السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزيكم يا شباب أخبركم إيه؟ النهاردة هناخد المحاضرة رقم عشرة من المحاضرات المهمة جداً وفيها كمية معلومات بتكون غنية وسرية أن احنا نحط منها أسئلة MCQs في الامتحانات بتاعتنا النهاردة هناخد حاجة اسمها الكاريو تايب والميوتاشن يعني إيه كاريو تايب ويعني إيه ميوتاشن الكاريو تايب هي صورة صورة للكروموسومز داخل الخلية بناخدها وبنرسطها بطريقة معينة هاريكو دلوقتي أما الميوتاشن فهي عبارة عن التفارات الجينية والوراثية اللي ممكن تكون موجودة في الكروموسومات أو في الDNA وتتورسها الأجيال تمام؟ نهاردة هنتعرف على إيه هو الكاريو تايب وأشهر أنواع الميوتاشن الموجودة في الجينز بتاعتنا طيب هنبدأ دلوقتي أول حاجة نرجع كده مع بعضنا استرجع يعني إيه أصلاً كروموسوم الكروموسوم هو عبارة عن DNA مالكيول تايب ليه كايل أهو زي ما احنا شايفين هو عبارة عن DNA وحصل له كايلينج بشكل قوي جداً خلاص وحواليه بروتين الهستون اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده لو نفتكر وريد نرجع للمحاضرة بتاعت الكروموسومز والDNA which supports its structure to form A الثريتلايك اللي هو الكروموسوم خلاص كده يبقى الكروموسوم في الأساس عبارة عن DNA والDNA ده بيكون supported ببروتين اسمه الهستون والهستون ده في الآخر بيعمل له condensation ويديني الشكل النهائي اللي هو الكروموسوم طيب تعالوا بقى نعرف ايه هو الكاريو طاعة اللي قدامي في الصورة ده دلوقتي اللي قدامي ده الشكل ده اسمه الكاريو طاعة والكاريو طاعة ده عادي بيجي في الامتحان ما فيش مشكلة خالص بس ما بيكونش ملون يعني نحطها ملون عشان خاطر يلفت انتباهنا بس وإيه ونبقى مركزين معها الكاريو طاعة بيكون عبارة عن ايه يا شباب بيكون عبارة عن الكروموسومات اللي موجودة داخل عفوا داخل النيوكليس تمام بنتلعها من النيوكليس وبعدين نصورها تحت الميكروسكوب يعني بنبتدي نعمل لها ايزوليشن أو نعزلها عن نيوكليس وبعد كده نسبغها بسبغات معينة خاصة بالكروموسومات لأن احنا طبعا بنكون عمليه عارفين ايه بتاع الكروموسوم والستراكشور ده السبغة اللي ممكن تاخده وتتلون بشكل معين تمام بعد كده بنبتدي نصورها تحت الميكروسكوب اوكي بعد كده بنبتدي بقى الصور دي بنطبعها على ورق وبعد ما بنطبع الصور على ورق بنبتدي نقصص الكروموسومات يعني انا عندي مثلا ادي كروموسوم خلاص ودي كروموسوم تاني الاتنين دول زي بعض وقدي بعض بنبتدي نحطهم مع بعض اوكي بالشكل ده دول الاتنين زي بعض طب ده ده صغير شوية اصغر وده صغير وهكذا الكروموسومات يا شباب بتترص من الكبير للصغير تمام لما اجي انا دلوقتي خلاص عندي صور كتيرة الكروموسومات وببتدي بقى الاقي الصورة عاملة كده اروح مقصها مربع وقصها مربع تاني في كروموسوم تاني وفي عندي كروموسوم تاني اهو صغير ومربعات كده بالمقص ايه وبعدين اجي بقى ايه اعدل ازدقهم جنب بعض الاحجام اللي قد بعض احطهم جنب بعض خلاص المفترض اننا لما اكون مصورة الكروموسومات داخل الخلية بكون مصورها في مرحلة الميتافيز مرحلة الميتافيز في الميتوزز علشان خاطر تكون highly او fully condensed كروموسومات فوضحة وحصل لها condensation كويس جدا يبقى بصور الكروموسومات عشان اعمل الكاريوتيب في مرحلة الميتافيز في الميتوزز ولازم تكون الخلية ايه somatic تمام لازم تكون الخلية somatic سالس علشان اطلع 46 كروموسوم بطلع 46 كروموسوم قدامي وبرصهم بالشكل قدامي ده اهو من واحد واحد اثنين تلاتة اربعة دول one pair one pair خلاص one pair two pairs يبقى انا عندي cam pair عندي 23 pair 23 pair يعني ايه يا شباب اكتب اكتب مش راضي اكتب تمام خلاص 23 pair يعني يعني 46 كروموسوم خلاص فهمنا حاجة يبقى لما قول عندي 23 pair يبقى مش بقصد 6 cell لا مش بقصد 6 cell اللي هي 23 كروموسوم لا لا طالما قلت يعني 23 زوج من الكروموسومات يعني 46 كروموسوم انا بتكلم عن somatic cell طيب ال somatic cells بيكون فيها 46 كروموسوم او 23 pair من الكروموسوم كل كروموسوم بيكون مسؤول عن صفة معينة بيحمل صفة معينة لغاية ال pair number 22 دي كلها somatic cell خلاص او somatic chromosomes دي كلها somatic معافون somatic كروموسوم خلاص دي كلها somatic chromosomes يبقى لغاية الكروموسوم number او ال pair number 22 ال pair number 22 دول ايه somatic كروموسوم اما ال last pair اللي هم 23 رقم 23 دول 6 كروموسوم خلاص دول واحدة 6 كروموسوم واضح يا شباب واضح كده يبقى ال 6 كروموسوم او الكروموسوم number 23 او الزوج number 23 يأما هيكون x x الاتنين زي بعض بالشكل ده x x دي بتكون female male وبرمز لها بالرمز ده او يكون x y تمام وده بيكون male وبياخد الرمز ده تمام كده طيب اللي قدامي ده x adx وady y يعني ده male خلاص ده male عرفنا منين انه y لانه قصير زي ما احنا شايفين كده تمام واضح يا شباب طيب تاني احنا عندنا بناخد الكاريو تايب او صورة الكروموسومات هوريكو دلوقتي صورة حقيقية مش بالالوان يعني للكاريو تايب وازاي بيتعمل قريزي في الحقيقة يعني في المعمل عبارة عن الخلية لما او السومات اكسل لما تكون في مرحلة الميتافيز في الميتوزز تمام ببتدي اخذ النيوكليس وصور الكروموسومز فيها بالمايكروسكوب تمام بعد ما بصور الكروموسومز بطبع الصور وابتدي اقص اصها ورص الكروموسومز بالشكل ده ل23 تير وحط ال الطول على حسب الحجمة بتاع الكروموسوم الاكبر الاول من الاكبر للاصغر تمام لغاية رقم 22 دول سوماتي كروموسومز رقم 23 ده 6 كروموسوم اللي بيحدد لي هل هو ميل ولا في ميل لو لقيت اكس اكس هيبقى ميل عفوا في ميل لو لقيت اكس واي يبقى ميل واضح يا شباب كده تمام طيب تعالوا نشوف بقى صورة للكاريوطايف ده الكاريوطايف حقيقي وفعلي متصور فعلا تحت المايكروسكوب دي صورة حقيقة من كروموسومز متصورة من نيوكليس في مرحلة الميتافيز في الميتوزز تمام قدامي 46 كروموسوم زي ما قلنا 22 الأولانيين دول سوماتيك أو أوتوسومز يبقى انا بقول عليها سوماتيك كروموسوم أو أوتوسومل خلاص أو أوتوسومل يبقى سواء قلت سوماتيك أو أوتوسومل اللي اتنين مقصود بيها اللي هو الايه الكروموسومز السوماتيك أو الخلايا الجسدية تمام لكن الرقم 23 هو الوحيد اللي 6 كروموسوم خلاص هو 6 كروموسوم زي ما قل شايفين قدامنا المربعات واضحة هي ادي مربع تمام وفيه فاصل هنا في النص ده مربع ودي مربعه يعني الكروموسومات قردي متقطعة بالورق بورق وملزوقة على الكاريوتايل طبعا الاطوال كلها متساوية تمام ال-Y بيكون قصير جدا زي ما احنا شايفين علشان كده نقدر أحدد إذا كان ده X-Y ولا X-Y يعني لو جاب لي في الامتحان على سبيل المثال الصورة دي من غير ما يكتب تحتها أي حاجة يعني مش مكتوب عندي ده تمام ولا أي نوع من أنواع الأرقام ولا أي حاجة ما ديني بس كروموسوم أنا هبدأ أعد واحد اتنين تلاتة لحد اتنين وعشرين خلاص عرفت أن دول الوتوسومل أو السوماتيك وهاجة شوف هنا واحد طويل تمام والتاني قصير جنب والتاني القصير ده رقم تلاتة وعشرين يبقى ال-Y يبقى ده إيه يبقى ده ميل تمام واضح فهمنا الكاريوتيب الكاريوتيب مهم جدا تمام وهناخد إن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن الهندسة الوراثية مهمة أوي برد تمام طيب تعالوا بقى نشوف يعني إيه ميوتايشن خلاص إحنا عايزين نعرف دلوقتي what is the meaning of mutation الميوتايشن بيكون عبارة عن changes في nucleotide sequence nucleotide sequence إيه هو nucleotide sequence أنا عندي على سبيل المثال قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن أنا عندي في ال-DNA بيكون مثلا عندي sequence nucleotide زي مثلا C, C, G, T A, G, C, A تمام ده اسمه ال-sequence بتاع nucleotide سويني ده ال-sequence بتاع nucleotide أوكي مش راضي الألم نيدي أهو ده النucleotide sequence تمام لما يحصل عندي خلل في ال-sequence ده بشكل أو بآخر عملنا remove أو عملنا add أو whatever زي ما هنشوف الأنواع دلوقتي دي اسمها mutation حصل عندي mutation أوكي طيب بتكون موجودة يا إما في ال-seumatic cells طيب لو موجودة في ال-seumatic cell يعني لو ظهرت عندي المutation في الكروموسوم number 1 و2 و3 و4 لحد رقم 22 أو ال-seumatic 22 لو ظهرت لحد هنا كده كل المutation دي لا تنتقل عبر الأجيال خلاص يبقى المutation لو حصلت في أي كروموسوم من ال-seumatic 1 2 3 لحد 22 اللي هو 44 نركز لو حصل mutation فيهم خلاص تفضل المutation دي موجودة في الإنسان اللي حصلت في المutation ما تنتقلش للأجيال اللي بعد كده لكن لو حصلت عندي المutation في الكروموسوم رقم 23 اللي هو أو الزوج رقم 23 اللي هو 6 كروموسوم طبعا ديها تنتقل الصفات أو الطفرة الوراسية تنتقل عبر الأجيال نتيجة لعملية الإخصاب والتلقيح وتكوين الزايجوت وانتقلها للأجيال اللي بعد كده تمام واضحة ديها شباب يبقى لو حصلت عندي في السوماتيك سيلز دي ما بتنتقلش للأجيال اللي بعد كده إنما تاني نوع عندي اللي هو الجاميت يعني لو الطفرة دي أو المutation موجودة في الأجز أو السفيرمز الكروموسومز بتاعت الأجز أو السفيرمز ساعتها ممكن تنتقل إلى اللي أو الجنريشن اللي بعد كده طيب هل المutation helpful ولا harmful تعالوا مفكر مع بعض كده قبل ما نقرأ الكلام ده إحنا بنكلم عن ميوتيشن يعني بنكلم عن طفرة أو خلل بيحصل في ترتيب الجين النيوكريتايت في الجين التعديني تمام طيب أحيانا أحيانا بيكون عندي الميوتيشن ممكن تكون نتيجة لي على سبيل المثال مواد كيميائية أو إشعاع بالألترا فيوليت أو تعرضنا للإكس ري أو أي إشعاع من الإشعاع اللي احنا بنتعرض لها زي مثلا الشبكات النت اللي موجودة في كل حتة أو شبكات الموبايلات اللي بتحب بنا الضغط العالي بتاع الكهرباء الحاجات دي كلها حوالينا ممكن تعمل بيوتيشن في السيكوينس بتاع نيوكريتايت في الDNA تمام وابتدت في الفترة الأخيرة مع تطور الصناعي ابتدينا نشوف أمراض جديدة وحديثة وراثية ومواد كيميائية تطور في حد ذاته الصناعي أدى إلى وجود التفارات الوراثية تمام كده شباب؟ طيب أحيانا بيكون عندي ميوتيشن كويسة وأحيانا بيكون عندي ميوتيشن هارمفول يبقى عندي أحيانا الميوتيشن ممكن تكون هيلففول أو هارمفول إمتى الميوتيشن تكون هيلففول الميوتيشن ممكن تكون هيلففول لما يكون الإفكت بتاعها كويس على سبيل المثال هنقول إجزامبل عندي مثلا في بعض النباتات النباتات بتتعرض لي آفات الزراعية اللي بتأدي إلى موت النباتات خلاص أثناء الانقسام بتاع النبات خلاص يبدأ السيكوانس بتاع الDNA يحصل له ميوتيشن خلاص يديني نوع جديد من البلانت يديني نوع جديد النوع ده مثلا على سبيل المثال ورقه مثلا مختلف أو بيفرز مادة مختلفة المادة دي بتخليه ما يتأثرش بالحشرات أو بالقافات الزراعية تمام يخلي الحشرات أو القافة الزراعية لما تقرب من البلانت نفسه تبعد عنه فبالتالي البلانت هيفضل هيلسي ويكبر وما إلى زي دي نوع من أنواع الميوتيشن الهيلففل تمام لكن في عندي أنواع الغالبية العظمة من الميوتيشن بتكون هارمفل وأساسا الانزايمز الانزايمز already تقدر أنها تسيطر عليها أو تعمل لها ريبيرينج مرة تانية يعني بعد مشيحنا دايما بنقول أثناء عملية الديفجن بيبقى عندي تشيك بوينت خلاص تشيك بوينت أتأكد إنه الدي ايه حصله ريبليكيشن بالشكل الصحيح فأنا عندي انزيمات وقلنا عليها المرة اللي فاتت بتشيك على الكود الجيني نرجع نراجع المحاضرة القبل اللي فاتت المحاضرة رقم تمانية نرجع نرجعها كويس هل ايه هي الانزايمز اللي بتعمل تشيك بوينت على السيكوينس بتاع نيوكليو تتأكد إذا كان حصله بشكل طبيعي ولا لا تمام طيب some type of skin cancer وليوكيميا اللي هو مرض سرطان الدم ده جاي من mutation في الخلاص كده يبقى أنا عندي already معظم الميوتيشن اللي موجودة بتضر بجسم إنزيم بتأدي إلى ظهور أمراض وظهور سرطانات طبعا احنا اعتقد كلنا عارفين إن مرض السرطان الكانسر خاصة الليوكيميا بيكون inheritance يعني بيكون لو حد عنده في الهيستوري بتاع العيلة مرض الكانسر موجود especially الليوكيميا يبقى معرض إنه هو ينتقل الأجيال اللي بعد كده لأنه مرض وراسي نتيجة لتفرط في الجين اللي بتنتقل عبر الأجيال تمام سم ميوتيشن زي ما قلنا زي فكرة البلانت اللي بيقدر إنه يقاوم الحشرات والحاجات دي فهو ميوتيشن بتحسن من الكائنات الحية وتساعدها على البقاء أكتر من طيب خلينا ندخل بقى في الجد إيه هي أنواع الميوتيشن إيه هي الـ أنا عندي two types of mutation أول type عندي هو الكروموسوم الميوتيشن يعني كروموسوم إذا كروموسوم كله كده على بعضه يحصل فيه ميوتيشن كله يعني مثلا حتة من الكروموسوم تتقطع حتة تضاف عليه تمام إذا كروموسوم إذا هول أوكي ده بالنسبة للكروموسوم الميوتيشن أما الجين ميوتيشن number two الجين ميوتيشن بيكون في السيكونس بتاع الـ DNA نفسه أوكي بيحصل عندي في point معينة أو في السيكونس بتاع الـ DNA نفسه فعشان كده بسميه في الجين ده جين ده الجين أوكي إنما ده الكروموسوم أوكي شباب عشان ما نتلخبش طيب كل من العبارة عن five يعني تقسم لخمس أنواع الكروموسوم والميوتيشن عندي خمس أنواع الـ deletion inversion translocation non-disjunction و duplication أوكي وهنشوف الأنواع دي كلها ونفهمها الأسماء دي تتحفظ يا شباب لازم أبقى عارف إيه هو الـ deletion وإيه اللي بيحصل فيه مش مطلوب بإنك تحفظ أي حاجة كتعريف أو no هو بس أنا عايز أعرف إيه التغيرات اللي بتحصل في الكروموسوم في deletion قبل translocation إيه اللي بيحصل فيه non-disjunction إيه اللي بيحصل فيه الكروموسوم من change يعني نتيجة لكده ظهرت عندي الميوتيشن نفس الكلام بالنسبة الجيم ميوتيشن عندي خمس أنواع عندي point ميوتيشن ألاقي substatuation على سبيل المثال substatuation عبارة عن حطينه نقنوع ثالث تمام يروح أقلين مثلا رقم ثلاثة substatuation مع أن هو تابع للجين ميوتيشن هي الجين نفسه اللي بيحصل فيه تغيير مش كل الكروموسوم الفكرة كلها أن أنا بفاهم إيه اللي بيحصل من تغير في التايب ده خلاص لو أنا بذاكر من كتاب تاني أو بسمع محاضرة تانية ما ما توطرش ولا تداي إن أنا إيه ده لأ دي الدكتور ما قالتش كده دي أيلة كلهم هم نوعين بس إزاي ظهرت الخمس ستة أنواع دي وممكن قريدي واحد ما قسموش لنوعين خلاص هيقول لك لأ ده أنا عندي عشر أنواع من الميوتيشن فما تتخضش دي كلها تقسيمات على حسب ترتيب وتنظيم مش أكتر يعني تقسيمة تنظيمية طب أنا إيه اللي يهمني في الموضوع أنا يهمني الإيه الإسم نفسه الإسم نفسه بتاع الميوتيشن والتغيرات اللي بتحصل فيه طبعا السلايد بقى شكلها بشع سوريا شباب كده عشان إيه الواحد يبقى مستريح نفسين تمام كده أوكي فهمنا النقطة دي طيب يلا نبدأ بقى دلوقتي بأول نوع معنا وهو الكروموسوم الميوتيشن الكروموسوم ميوتيشن الكروموسوم ميوتيشن بيكون involving change in the structure of كروموسوم سواء كان إننا يحصل لي loss يعني أفقد جزء من الكروموسوم أو gain يحصل عندي إضافة أو زيادة في ال-structure بتاع الكروموسوم وزي ما قلنا إن هي خمس أنواع ال-deletion وال-inversion translocation non-disjunction وال-duplication تعالوا نشوف ال-deletion أول نوع ال-deletion عبارة عن إيه عبارة عن إننا باجي نبص على الصورة كده باجي آخذ بيحصل إن جزء كده من الكروموسوم يحصل له delete أوكي يبقى deletion جاية من delete يبقى part of chromosome يحصل له delete تماما أوكي زي ما احنا شايفين كده والكروموسوم يرجع يمسك في بعضه تاني من غير الجزئية دي ما بقتش موجودة تمام يبقى ال-deletion هي عبارة عن إن part من الكروموسوم يحصل له الأول break down بعد كده delete وبعد كده يرجع يتراسة تاني بالإيه بالشكل الطبيعي طب أعرف إزاي أعرف إزاي في الامتحان لما يجيب لي سؤال إنه الحالة اللي قدامي دي delete هيجيب لي السؤال في صورتين الصورة الأولانية إنه هو يقول لي definition breaking piece of chromosome lost خلاص يبقى نتيجة لي breaking جزء من الكروموسوم حصل له lost تمام فهيحط لي definition فأنا ساعتها طالما في جزء عندي piece من الكروموسوم حصل له delete أو lost أو whatever الكلمة اللي حطها لي يبقى أنا هاختار الإجابة إنه هي deletion أو بيعمل إيه بيروح جايب لي كروموسوم بالشكل ده كده تمام وبعدين يقول لي الكروموسوم ويروح حضرت لي صورة تانية يقول لي الكروموسوم بقى شكله كده تمام ويقول لي إيه اللي حصل في الكروموسوم يعني الكروموسوم كان شكله كده وتحول للشكل ده automatic هنقول إنه هو حصل له diletion لأنه قصر صغر فطالما صغر يبقى تشال جزء منه وفقدناها فحصل ايه diletion واضح؟ طيب النوع التاني هو الinversion ايه هو الinversion الinversion بيبقى عندي جزء من الكروموسوم يحصل له يتقطع خلاص او يحصل له breaking وبعدين نقلبه نقلبه يعني inversion طبعا لما أنا بعمل inversion الجزء اللي تحت هيبقى فوق واللي فوق هيبقى تحت زي ما احنا شايفين ده الinversion تمام طيب ايه اللي بيحصل عندي اللي بيحصل عندي الترتيب بتاع الكود الجيني اللي على الكروموسوم نفسه بيتغير تمام يعني أنا لو عندي الكروموسوم اهو ساي مثلا ما هو سي جي سي اي تي سي تمام على سبيل المسال انا هاخد دول كده بالشكل ده اهو هتبقى ايه سي بعدها اي سي اي سي جي فهمته اللي حصل وبعدين تي سي اهو الجزء ده كده حصله inversion الابتو اتشقلب خلاص وبعد كده يحصله ريئة تاتشو مرة تانية وستل في مكانه يبقى الكروموسوم بنفس الطول ونفس الحجم وكل حاجة بس الكود بتاع الجين نفسه حصله ايه حصله inversion واضح يا شباب طيب تعالوا بقى نشوف بمنتهى البساطة انا عندي بيس من الكروموسوم راحت اتكرارت مرتين بس حصل لها بمنتهى البساطة لو جالي في الامتحان الكروموسوم بالشكل ده وقال لي انه هو تحول الى الشكل ده كده ايه اللي حصل الكروموسوم لانه طويل كده حصل له او هيجيب لي التعريف هيقول لي when الجين sequence is repeated حصل اعادة للسيكونس بتاع الجين مرة تمامي شباب طيب ايه الترانس اللوكيشن الترانس اللوكيشن موجود في الكروموسوم that are not homologous يعني in not homologous يعني الكروموسوم transferred to another كروموسوم حصل الله انتقال another كروموسوم يعني الكروموسومات دي مش homologous not homologous يعني impose كروموسوم impose كروموسوم تمام والاثنين different الاثنين different يعني لما ناخد المحاضرة الجاية ان شاء الله اللي هي classical genetics هنفهم يعني ايه homologous وعندي heterologous خلاص يبقى عندي homologous وهي heterologous ايه الفرق ما بين الhomologous وهي الheterologous اتنين كروموسوم والجين بتاع الكروموسوم نفسي اما يكون identical homologous اما يكون مختلفين واحد dominant واحد recessive وهنفهم يعني ايه كلام ده المحاضرة اللي جاية وساعتها يبقى ايه ده اسمه heterologous خلاص جزء من الكروموسوم يحصل له انتقال another كروموسوم يعني ايه كلام ده لو انا عندي كروموسوم اهو خلاص وعندي كروموسوم تاني وليكن على سبيل المثال اهو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل انه نلاقي جزء من الكروموسوم الاحمر ده اتنقل وجي هنا اضاف هنا عندي في الكروموسوم ده فبقى ايه فبقى اطول بقى اطول واخد جزء من الكروموسوم التاني هوريكم الصورة دلوقتي عشان تستوعبوا اللي حصل خلاص ده حصل له ايه translocation translocation يعني اتنقلت حتة من الكروموسوم الاولاني ده راحت للكروموسوم التاني تعالوا نشوف الصورة اوضح ادي translocation انا عندي كروموسوم ايه عفوا عندي كروموسوم ايه وكروموسوم بي هاجي ااخد جزء من كروموسوم ايه اللي هي الجزء الكبير ده وجزء صغنون من كروموسوم بي واجي عند الكروموسوم ايه اخد الجزء الصغنون اللي كان في بي واخطه في تمام واخد الجزء الكبير اللي كان في ايه واخطه في بي خلاص ده اسمه translocation هعرف الكلام ده ازاي هعرف الكلام ده بنفس الطريقة يأما definition يأما ب الصورة زي ما الصورة بتيجي وبتيجي الصورة بنفس الشكل ده بالزد خلاص يا شباب ده translocation non disjunction none عشان نعرف نقراها none نقسم الكلمة disjunction none disjunction number 23 بنتكلم عن pair number 23 او اللي قبلها ممكن 22 21 اوكي يبقى اثناء الميوزز اثناء الميوزز فعملية الميوزز عشان نكون 23 كروموسوم من 46 كروموسوم خلاص طيب يعني ايه الكلام ده يعني لو انا عندي مثلا ال pair number 21 عبارة عن ايه لو رجعنا الكاريو طايب اسمحولي ارجع الكاريو طايب معاكو مرة تانية تمام ال pair number مثلا 21 ده تمام 21 عندي ادي واحد واتدي اتنين اتنين كروموسوم لما ييجي الساينتست يعملوا الكاريو تايب يلاقي لأ ده رقم 21 ده 3 كروموسوم مش اتنين كروموسوم لأوا هنا ده 3 كروموسوم او ال x y برضو يبه 3 كروموسوم او رقم كام يعني او مثلا حاجة تانية نيجي نلاقي رقم 21 ده كروموسوم واحد بس او هنا كروموسوم واحد بس تمام فهمنا يبقى ياما حاصل عندي نرجع تاني اهو ياما بقى too many العدد زاد جدا ياما بقى few طيب نتيجة لي النون disjunction mutation بيزهر عندي امراض مشهورة جدا بالمناسبة الامراض دي برضو بتيجي كتير في الامتحان الdown syndrome والturner syndrome والclimb filter syndrome الdown syndrome بيكون عند كروموسوم pair number 21 بدل ما يكونوا اتنين بيبقوا تلاتة كروموسوم زي جنب بعض عند الكروموسوم رقم 21 زي مورد كو دلوقتي في الكريوتاي التوردر syndrome بيكون عندي الكروموسوم ياما XX اللي هو 6 كروموسوم 6 كروموسوم ياما XX ياما XY تمام بيحصل ايه بيحصل انه بيختفي عندي كروموسوم بيبقى X بس تمام بتبقى X واحدة بتبقى بس X واحدة مش 2X رقم كروموسوم Pair number 23 خلاص الكلاين فيلتر syndrome الكلاين فيلتر syndrome بيكون عندي زيادة بقى مش هو XY الميل XY طيب لا بيبقى XXY ده الكلاين فيلتر تعالوا ناخد بقى كل syndrome او كل disease على حدة لوحدة بالتفصيل طبعا الداون syndrome زي ما قلنا ده بيبقى معروف باسم تاني اللي هو التريسومي عند الكروموسوم رقم 21 الجنتيك disorder caused the by presence of all or part of third copy of chromosome number 21 زي ما قلنا بيكون number 21 بيكون 30 عفوا 3 typical أو 3 identical chromosomes typically associated with physical growth delay characteristic facial features زي ما احنا شايفين شكل بتاع الوش اصلا احنا لما بنشوف ال child اللي عنده down syndrome بنقدر نعرف انه هو عنده down syndrome من ال facial features بتاعته شكل الوش بتاعه كمان بيحصل عنده mental retardation تلاقي في اعاقة زهنية الفيزيكا growth او النمو الفيزيائي بتاع جسمه بيكون متأخر جدا تمام ده بالنسبة down syndrome اما turner syndrome زي ما قلنا احنا عندنا الفيميل بتكون double x في الكروموسوم fear number 23 اللي هو six chromosome خلاص الsix chromosome number 23 اللي هو XX هيحصل عندي اختفاء لواحد x عنديش غير x واحدة تمام فالفيميل اللي بيكون عندها x واحدة زي ما احنا شايفينها في الصورة قدامنا بتكون ملامحها وشكلها وهيئتها وجسمها الى حد ما ذكورية شكلها بيكون غريب شوية عن الفيميل اللي هي اتنين x طبعا الا x ده هو اللي بيديني الصفة الانثوية خلاص الفيميل character ففي الفيميل علشان تبقى فيميل ويبقى الشكل الفيميل اللي احنا عارفينه لازم يكون عندها اتنين من ال x كروموسوم علشان تظهر لك الصفات او تظهر لها الصفات الانثوية تمام لكن اللي حصل عندي انه اختفى الكروموسوم التاني اللي هيدعم الصفات الفيميل تمام فبيبقى طبعا عندي مشكلة في Turner syndrome بيخليها في عندي مشكلة في النمو نفسه في مشكلة بتكون قصيرة بيكون عندها في يعني بتاعتها ما بتنتكش فبالتالي هي بتكون مش بتخلف يعني develop كمان heart disease بيكون عندها امراض في القلب تمام كده شباب طيب تعالوا بقى نشوف الكلاين filter syndrome الكلاين filter syndrome احنا عندنا الكروموسوم رقم 23 في الميلز بيكون x y تمام لكن في الكلاين filter syndrome بيبقى عندي زيادة وبيكون double x احنا قلنا الصفات الانثوية او female characters بتكون للx الزيادة فانا عندي x الزيادة وكمان عندي y فاللي قدامي ده ايه قدامي بيكون هرمافروضايت يعني هرمافروضايت يعني بيكون انثة و male في female و male في نفس الوقت طيب بيكون more extra x chromosomes most males have y and x chromosomes بيكون ايه الشكل بقى انا جيت بصيت هنا ده healthy male او normal male العادي ده klein filter syndrome طبعا شكل الجسم نفسه بتغير تحس انه هو اتحول لفيميل تمام والبريست بيكون شكله مختلف تمام اذا الفيزيكال traits بتاعته unusual such as المسلز بتكون ضعيفة زي الفيميل تمام greater height اوكي poor coordination less body hair and esterility طبعا كمان هو هيكون esterility لانه لهو عنده الصفات بتاعت الميل ولا هو عنده الصفات بتاعت الفيميل فبالتالي لا بينتج sperms ولا بينتج ova فمش بيكون قادر على الإنجاب تمام يا شباب طيب non-disjunction الشكل اللي بيطلع قدامنا ده او الصورة اللي قدامنا بتبين ايه اللي بيحصل اثناء عملية cell division في الميوزز وازاي حصل عندي non-disjunction الصورة بس التوضيح مش اكتر لكن مش مطلوب منك ان انت تبقى عارفها لكن المفروض تبقى فاهم ايه هو الكلاين فلتر وازاي وطبعا امعارف كل الامراض اللي احنا اخدناها ايه التغيرات ده فيديو بيوريني اللي بيحصل ده deletion تمام ال-inversion التشعل اوكي ها ال-translocation بدلنا ال-duplication ضفنا تمام ده ال-original deletion تاني inversion translocation وي ال-duplication تمام دي برضو صورة بتوضح لي اكتر التغيرات اللي بتحصل في الكروموسوم لكل نوع طيب تعالا بقى نشوف النوع التاني من الميوتاشنز وهو الجين ميوتاشنز زي ما قلنا الجين ميوتاشن بيكون عندي change في نيوكلتايد سيكوينس فقط تمام مش في مش في كل الكروموسوم بيكون ممكن يحصل عندي الخلل في single نيوكلتايد C, A, C, G, T ممكن ده بس اللي يحصل في عندي ميوتاشن تمام فمش كل الكروموسوم ممكن اي يكون سبب من اسباب الجين ميوتاشن ممكن يكون اثناء برضو عملية ال-duplication حصل error في بتاع الجين او تعرضنا المواد الكيميائية او تعرضنا الفيروس مختلف ومتعرفين طبعا الفيروس وهناخد كمان الفيروسات بتغير الدي في الجين بتاعة الخلية عندي خمس انواع من الجين ميوتاشن point mutation substituation inversion أو insertion عفوا deletion و frame shift الpoint mutation الpoint mutation بيكون عندي change في only one single nucleotide خلاص include بقى deletion أو insertion أو substituation one nucleotide يبقى هيحصل عندي تغيير أو خلل في single nucleotide سواء التغيير ده كان حصل له deletion زي ما قلنا قبل كده أو insertion أو substituation ايا كان نوع التغيير طيب زي مثلا مرض sickle cell disease sickle cell anemia أو sickle cell disease ده من الأمراض الخطيرة اللي موجودة في الدم النucleotide بيحصل لها substituation بيحصل substituation لنucleotide احنا عارفين ده شكل red blood cells red blood cells احنا sickle cell anemia أو sickle cell disease ده بيكون موجود في كريات الدم الحمرة في الدم تمام red blood cells بتبقى شكلها كده زي ما احنا شايفين فيها groove في النص كده علشان هنا بيكون عندي الهيموجلوبين علشان يتحد بالأكسوجين ويوصل أكسوجين للخلايا وين البقية الحاجات تمام طيب اللي بيحصل بقى في point mutation في sickle cell anemia يحصل عندي تغيير في الجين only one nucleotide يحصل له substituation يغير 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 شكل الكورة بتاعة red blood cells تبقى شبه الهلال بالشكل ده فبالتالي ما عنديش مكان للهيموجلوبين انه هو يتحد فبنفقد القدرة على توصيل الأكسوجين طبعا الخلايا دي بتبتدي تعدي بعضها او الخلل او الميتيشن ده بيبدأ في البداية في خليتين 3-14-20 مليون وبعد كده تنتقل إلى معظم الخلايا طبعا المرض ده من الأمراض اللي ممكن تسبب الوفاة لو حصل عندنا نقص كبير في الأكسوجين الفرام shift mutation ده عبار عن inserting او deleting يأما هعمل inserting يأما هعمل deleting one or more nucleotides خلاص طيب الoriginal الoriginal gene عندي سي مثلا f-a-t c-a-t a-t-e t-h-e w-e e طيب الكلام ده هو فيه جينات عندي مش c-a-c-g الكلام ده لا هو وداني جملة example بنضيفه علشان اعرفه أو علشان يقول لنا يعني the a mutation هيغير تماما من الصفة الورصية يعني الجملة اللي قدامي بتقول fat cat it the we right خلاص فيه كمان كلمه طيب لو انا عملت mutation لو انا عملت frame shift mutation خلاص وضفت a جيت هنا عند cat وروح تضيف a خلاص طيب احنا ماشيين احنا ماشيين triplet nucleotide صح؟ مش احنا ماشيين triplet ادي the fat وهتبقى c a a طيب ماشي وبعدين t دي هتروح هنا هتبقى t a t لا ده الصفة تغيرت خالص اوكي وبعدين a t h فهمتوا شفتوا بقى ازاي الصفة تغيرت الكلام ما بقاش ايه ما بقاش واضح ما بقاش مفهوم انت بتقول ايه واضح يا شباب يبقى ده فكرة frame shift mutation frame shift mutation بيجي عند one nucleotide اعمله delete واروح حاطة مكانه another nucleotide او اعمل shift اعمل shift يعني ال ad راح اخدت lg وعملت shift اللي بعدها وهكذا فهنا اتغير عندي ال nucleotide نتيجة التغيير يا شباب الترتيب يعني الاول كان adg ده بيديني amino acid methionine خلاص اغير القلم نحس ان انتم مش شايفين بقى methionine اوكي كان الاول c a a كان glutamine طيب لما تشالت بقيت a g بقى عندي ايه lysine شفتوا بقى حتى ترتيب البروتين في الجسم اتغير الترتيب بتاع amino acids في البروتين نفسه اتغير تمام ده sub situation insertion deletion inversion تمام ده برضو فيديو كده عشان ايه نتخيل sub situation mutation النوع التاني من انواع mutation point mutation او عفوا gene mutation عندي sub situation ايه بيحصل في sub situation زي ما احنا شايفين او زي ما احنا فهمين يعني ايه sub situation sub situation عبارة عن mutation يحصل exchange one phase for another يعني انا عندي دلوقتي الترتيب بتاع phases a t a a تمام عندي هنا t a a بعد كده c t g طيب هنا في c بس جي ما كان ايه جي ما كان g a t اهو يبقى حصل sub situation ل 3 nucleotide ما كان الت g c ادي الت g c اهين خلاص عملنا لها remove شلناها وروح نحطين 3 nucleotide ما كان خلاص دي اسمها sub situation طيب ال insertion ال insertion ان انا بضيف جين جديد اثناء عملية replication بتاع ال dna هيحصل add ل one or more ما قولناش one 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 or more من nucleotide base خلاص يعني كانت c بعدين t بقت c c بعدين t تمام ال deletion mutation فالصفات كلها هتتغير واضح يا شباب لحد دلوقتي معايا تمام طيب تعالوا بقى نبص على شوية صور كده تساعدنا في الفهم اكتر للكاريو تايب والميوتاشنز اللي بتحصل للكاريو تايب دي خلاص دي احنا شفناها قبل كده وصورة تكرار للكلام اللي احنا قلناه في اللي سلايس اللي فاتت للجين ميوتاشن ده النورمال ميل العادي عرفت مني انه هو ميل بغض النظر ان انا كتبه فوق ميل لان انا هنا عندي X و Y ال Y صغنون كده وقصير فده عرفنا انه هو ميل تمام ده نورمال ميل طيب اعرف ازاي ازا كانت في ميل ادي نورمال في ميل شايفين ال X الاثنين قد بعض ال Y مفيش عندي كروموسوم قصير فبالتالي دي في ميل تمام كده يا شباب طيب Down syndrome احنا قلناه Down syndrome يحصل عندي زيادة في الكروموسوم نمبر كروموسوم pair نمبر 21 ده شكل الكاريو تايب بتاع مريض Down وجي لقينا عند كروموسوم رقم 21 ثلاثة كروموسومات مش اتنين تمام بالنسبة لي الميل والفي ميل نفسه هو هو احنا مشكلتنا في ايه مشكلتنا في كروموسوم رقم 21 علشان بس ما نحدش يلخبطكم اه لا ده ميل لا ده في ميل ده ميل اهو ده ميل الاكس طويل وحلو اموره كبيرة هو الواي قصير وصغنن كده ومش امور خاص تمام اما طبعا انا متحيزة للفي ميل عشان نبقى منتفقين الداون سندروم في الفيميل ادي اكس و ادي اكس اتنين قد بعض تمام ونيجي هنلاقي عندي نفس الايه ال واحد وعشرين هو اللي حصل في الزيادة في الكروموسوم طيب الكلاين فيلتر سندروم بقى الكلاين فيلتر زي ما قلنا جينا عند الاكس كروموسوم وروحنا مزودين اكس كمان فبقى ايه فبقى الصفات بتاعة الكلاين فيلتر لا هو ميل ولا هو في ميل لان عندي اكس زيادة تمام يا شباب واضح واضح كده اوكي اخر مرض اخذناه هو التورنر سندروم وقلنا ان التورنر سندروم كان حصل دليت للأكس التانية في السيكس كروموسوم only one نقدر ان انا افتكرها فورا ان شاء الله في الامتحان اشكركم على استماعكم واتمنى ان احنا نكون استفدنا شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اللع calcul اشتركوا في القناة